اشتركوا في القناة رئيس جمهورية البرازيل لاتحادية الصديقة عبر تقنية الاتصال المرئي ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مستويات التعاون الثنائي فيما اشهد المجلس بمبادرات جلالته الداعمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم واشدد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية والمحاسبة والمسؤولية لحفظ المال العام منوها بالتعاون البناء مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وبتقاريره المهنية ومنها تقرير التدقيق الاستقصائي الأول مؤكدا أهمية تعاون الجهات الحكومية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذ توصيات تقاريره الاستقصائية وكافة تقاريره تكريسا للنزاهة وصونا للمال العام ثم نوها مجلس الوزراء بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تشهده من تطور ونماء مجددا الإشادة بما جاء في بيان القمة الخليجية التي عقدت مؤخرا بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أكد على التزام الدول بالتضامن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقوفها التام في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار أي منها والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وذلك في ضوء استعراض المجلس للتقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بشأن نتائج ترأسه لأعمال الدورة السابعة والأربعين بعد المئة للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض مؤخرا بعد ذلك أدان مجلس الوزراء إطلاق ميليشيا الحوث الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه مصفات تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في استهداف متعمد وممنهج لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي مؤكدا موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية فيما ستتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدور الأساسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن تنظيم استيراد وتداول الملابس والمستلزمات والمعدات لضمان استفاء هذا النوع من الاستيراد لكافة التراخيص اللازمة من الجهات المعنية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الخط الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور والذي يهدف إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية من قبل أصحاب العمل بشكل منتظم مذكرة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بما يجعله متماشياً مع التطور في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الإعلان السنوي الواجب تقديمه لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية حول الأنشطة الكيميائية في مملكة البحرين مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن البرامج الحكومية المتاحة لتنظيم نشاط البيع عن طريق الإنترنت ونشاط الطاهي ومنها برنامج سجلي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبرنامج خطوة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما تتضمنه تلك البرامج من مميزات كما بيّنت المذكرة ما تقدمه تلك البرامج من حفظ لحقوق المستهلكين من خلال الالتزام بالأنظمة والإجراءات المنظمة لذلك وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي تلك الأنشطة من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أي رسوم لبرنامج خطوة للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج أو الانضمام لبرنامج سجلي المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفق الاشتراطات التنظيمية له مع الاستفادة من حزمة المميزات الخاصة والمخصصة للمؤسسات التجارية ومنها برامج دعم تمكين والجهات الأخرى أو التمويلات البنكية أو التنافس على المناقصات مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن ردود الحكومة على ستة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية بشأن ما تم تنفيذه من المشاريع الإنشائية القائمة والمشاريع الجديدة بالوزارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر